أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل هيانة رئيس الدولة حافظه الله أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدي عملية الفارس الشهم ثلاثة الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطع غزة كما أمر صاحب السمو رئيس الدولة قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتنسيق والتعاون الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومؤسسة خليفة بن زايد آل هيانة للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة ووجه سموه بفتح باب التطوع للأطباء المسجلين في وزارة الصحة ودائرة الصحة أبو ظبي بجانب فتح باب التطوع للمتطوعين المسجلين لدى الهلال الأحمر والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية